موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله ومشاهدين الكرام حلقة جديدة من برنامجكم اليوم صوتكم راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة واللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب من كان يقدر يدزلنا رسالة على الرقم الأخير اللي بصفة إشارة واتساب نقراها إن شاء الله رسالة بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم مشاهدين الكرام نبدي ملفاتنا وأول ملف ويانا هو ملف الجفاف ومشاكل الجفاف اللي دي يعاني منها الناس العراق دي مر بأزمة جفاف قاسية تضرب نهرين الرئيسيات اللي هنه دجلة والفراد نتيجة إلى قلة هطول الأمطار سوء إدارة الحكومات المتعاقبة لملف المياه بوادي رافدة واللي يعتمد بشكل أساس بتأمين مياها من المنابع المائية من البلدان المجاورة خلونا نشوف سوية شنو الصورة اليوم اللي كانت عن نهر دجلة في العاصمة العراقية بغداد اتفرجوا مبارات قرط قدم وسط نهر دجلة في بغداد منطقة القريعات أهمش بلد الخيرات حلو بالقريعات النهر هي شي واصل صاير هذا تشلنا نسبح به ونخاف نوصل للنص نغرق أزمة الجفاف بدت بالعراق 2020-21-2022 لكن الذروة كانت بهاي السنة 2023 هذا اللي دفع البعثة الأممية اللي بغداد أن نتخاطب المجتمع الدولي حتى يساعدون العراق لحل مشكلة نقص المياه والمخاطر اللي تصير بسبب الجفاف والتلوث اللي ديواجه خصوصا مع تراجع نسبة الأمطار واللي استفحل الجفاف القوة بالسنوات الأخيرة هذا اللي دفع السلطات إلى حد شبير أنه تحد من مساحات أراضي المزروعة بما يتناسب ويكميات المياه المتوفرة خلونا نشوف لقطات لجفاف نهر الزاب الأسفل في كاركوك واللي يعتبر واحد من روافد نهر دجلة وتأثير الجفاف على حوض النهر تأثير الجفاف على حوض النهر تأثير الجفاف على حوض النهر يقول لي وين جدوا أقول له هذا عبي بنت أشوف هذا كان نار هاي حال الأنهر بالعراق الموسم الحالي صار به طول أمطار تقريباً يعتبر أفضل بالنسبة إلى الأعوام الثلاثة الماضية لكن وزير الموارد المائية عوني ذياب الحادي قال وأكد أن وزارته راح تكون بشهر أيار أو بعد شهر أيار قدام تحديات شبيرة أولاً ارتفاع درجات حرارة والكل يعرف درجات حرارة بالعراق اللي جدت أصل واللي صير عن نتاج ذلك من تبخير إلى المياه إضافة إلى حاجة المواطنين للاستهلاك اليومي ورجح أنه هاي السنة راح تكون هي أصعب سنة وأكو تحديات قدامهم أهمها شلون يتم توزيع الكمية القليلة من المياه الموجودة بشكل عادل على كل العراق هالأثناء أكو صور بينة انخفاض مناسب نهر الفرات والذي هو ثاني أكبر نهر أو ثاني أنهر العراق الرئيسية خلونا نشوفه الآن من مدينة الرمادق التعريف تسعة خمسة حيث يضغط أننا أخذ القرات وكأنه خالي من الماء شفنا دجلة وهسا دا نشوف الفرات بنيسان الماضي حذر تقرير أممي من خطر الاضطرابات الاجتماعية اللي راح تصير بسبب العوامل المناخية ونبه التقرير أنه وبظل غياب الخدمات العامة والفرص الاقتصادية الكافية هذا راح يأدي التحصر التصحر عفواً والانتقال إلى أن يعيشون بالمدينة بفعل المناخي لتعزيز هياك القائمة مسبقاً من التهميش والإقصاء بالأنبار أكو صور بينتلنا جانب من معاناة أهالي منطقة العنقور شرقي الرمادي بسبب الجفاف والإهمال الحكومي خلونا نشوف نحن أهل منطقة العنقور ناحية غضاء الخالدية محافظة الأنبار أن نشكي من الميصار الناسنين وطالبنا الدولة مونوب ونوبتين وعشرة الميات أنه مالح ما ينشرب هاي وحدة اثنيا الميات يشرب ما عدنا ألا نروح لو للرمادي لو أهل تصفية بالفلوجة نجيب منهم بفلوس وهسه أنا منها المي هذا والله صار عندنا أمراض صار عندنا أمراض جرب والجهال كلها جلودها انتشر بها الحب هاي بالعنقور واللي راح نشوفه هسه راح نحكي عنا قبلها خلينا نقول لكم أنكم صادر تقول أنه 12212 عائلة نزحت حتى شهر آذار اللي فات بسبب الجفاف بعشر محافظات عراقية من نصر 18 بوسط وجنوب العراق تقرير نشرته مؤخرا منظمة الهجرة الدولية يبين من بين المحافظات الأكثر تأثر هي محافظات ديقار ميسان والقادسية وبوفق المنظمة اللي أشارت أنه 76% من العائلات النازحة راحت إلى مناطق حضرية يعني إلى مدن بهالأثناء عدنا صور من جفاف نهر العطشان اللي بالقرب من منطقة الرواوشة بمحافظة المثنى الساعة وحدة ونصر الظهر اخوان احنا قدمنا مناشدة ما قصر تبارك الله بيكون مشكورين خاطر تجهات ذات العلاقة بس اخوان احنا لحد الآن هسا كل اطلاقها على نهر العطشان ماك يعني مجمعاتنا ومجمع الأسلوس ومجمع الرواوشة ومجمع مديفينة ومجمع الرغلة والزوية والنعم وسيد لطوف ومضخات العواليين ومحطة الشراقية يعني كلها قبل هذا النهر طالع لم مرود كلها المجمعات متوقفة والله متوقفة صار أكثر من شهر والمناطق هسا كلها يعني كل خدمة ما يمعدها مجمعاتنا كلما توقفة خوان فزعتكم ورحمة الله على وادك وهذا الماء الله شاهده ملاحة 12 الف تي دي اس يعني ما توقعوني ملوحة هسا أنهر العراق مالحة طبعا النهر هو مول هنا هاي صاير ساقي النهر هنا والنهر من هنا أنا يبدأ شوفش قد نازل المنسوب وواصل هنا وراك دبع حيث لونا صاير أخضر هي جي يعني وزير الموارد المائية شن شغلة بالعراق إذا أنت متحافظ على هاي الشغلة شن شغلك خصوصا أنه أكو فئة شبيرة من العراقيين تعتمد على الزراعة الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وأول تعليق هنا من تويتر تغريدة لعالي العراقي يقول أين الحكومة وأين دورها فيما يجري يجب أعطاء هذا الموضوع لهمية القصوى لتحكمه بمصير أكثر من 40 مليون إنسان يعيشون على أرض العراق هاشتاغ أنقذوا العراق من الجفاف ورد يعاني الجنوب من جفاف دجلة والفرات والحكومة لا تحرك ساكنة بالمطالبة بحصة العراق حسب المواثيق الدولية إلى متى هذا التسيب وإهدار حقوق الشعب ليصل إلى رمق الحياة هاشتاغ أنقذوا العراق من الجفاف حسام العتاب يقول عندما تكون حكومة ضعيفة هكذا تكون النتائج فساد قتل نهب وقلت مياه وضع اقتصادي مزري الشعب العراقي يقتل ببطء الزراعة في خطر بلد النهرين بلا مياه هاشتاغ أنقذوا العراق من الجفاف ومحمد دجلة والفرات يحتضران بظل حكومتنا الخرنقعية سلبوا البلد ودمروا المصانع ورجعوا على تجفيف الأنهار حكومة ضعيفة هزيلة هاشتاغ أنقذوا العراق من الجفاف وكانت هاي بعض التغريدات حول قضية الجفاف والمطالب بإنقاذ العراق من الجفاف أبو خطاب من قضاء القرمة حياك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم هذا بيك يا الغالي ايه ليسا حاني طلاعت لغطات من الحكومين هسا الحكومين ايه يقول كل واحد منهم يقول يعني ما قابض راتب حاجة فلوسنا من باقي نا فلوس العراق من باقي لحد لاي مخافي اللي راتب نا أنا موظف بكر بيه عندي حدنا 36 سنة انتوني راتب 350 ألف نا وعندي مناشهد يا أستاذ عندي أخواني 3 إثنين أخواني وممكن هاي الثالث مرة أخابرة نا مفقودين من 2016 نا سبع سنوات مفقودين زيه ايه سبع سنوات ما خلأنا لا حاسب ما دقينا اثنين أخوتي واثنين هم شياب كبار يعني هاني موالد 63 أصغر واحد واحد منهم موالد 51 ومريض والآخر موالد 55 ما يشوف وحيونه ما يشوفين نا طب سيطرات وهمية وخذوهم والدولي لهم هاي من 2016 لحد الآن نا ماكوا لا بحاسب لا بسجيل لاك مخابرة ما خلأنا إلا حينة نا وقعنا على فضح يعني انتهينا إلى درجة وما أكو لحد الآن ووالهم هاي دائحة السماء نا وإحنا الناشد والله الناشدة كنت من هاي الغنات المفضلة بل تشوف هلنا حل هال مشكلة نا نا تطور بلا هذا المي منتهيين مننا هاي حسنا جاهنون من حفر بيار مي ماكوا وقاطعين في زم نا المي منتهي مننا ومنتهي المنطهي الحراغ انتهي ماكوا مي ماي يشرب مياكوا تاني نا بزرع ما يشرب مياكوا نا شكرا لك أبو خطاب أبو خطاب يناشد يقول عندي أخوان اثنين انفقدوا سنة 2016 كبار في السن والشخص لا يرى والشخص الثاني صاحب مرض يقول نتمنى أنه نعرف لأنه أكو سيطرة وقال وهمية هي اللي شالتهم ولحد الآن ما حد يعرف عنهم أي شي فأتمنى المسؤولين يجاوبون أبو خطاب ويقولوا له أخوته وين نروح إلى قضية ثانية وهي القطاع الصناعي العراقي يمثل قطاع الصناعة بالعراق سابقا بعض قبل الاحتلال بالألفين وثلاثة كان نسبة الناتج المحلي 23% يعني نسبة الواردات من الصناعة العراقية اللي ينكتب عليها صنعة في العراق 23% من الميزانية كانت معامل أدوية غزل ونسيج ألبسة أسميدة فوسفات مصانع سكر مصانع اسمنت وحديد صلب صناعات دقيقة مصانع غذائية مواد غذائية ألبان ومصانع أخرى وأخرى وأخرى وحققت هاي مصانع مثلا مطاطوا تايرات سيارات مصانع بلاستيك هاي كلها حققت اكتفاء ذاتي بحسب تصريحات رسمية لكنها اليوم عبارة عن عالة على الدولة اللي تدفع مرتبات إلى الآلاف من الموظفين والعاملين واللي قاعدين بلايش بهذا الوقت اللي بلغ بيه عدد المنشآت الصناعية الشبيرة 1161 منشآة سنة 2018 وهي آخر السنوات اللي تتوفر بيها إحصاءات منها 600 منشآة عاملة و591 منشآة واكفة عن الشغل وبظل سياسة الاستيراد العشوائي للسلع الغذائية والسلع المختلفة إلى حد إغراق الأسواق بمختلف البضائع ومنها الرديء صارت المواقع الصناعية صغيرة كانت أو شبيرة عبارة عن مباني ومساحات مهجورة متروكة وتحولت شيئا فشيئا بسبب تضاعف الاستيراد إلى مخازن للسلع المصنوعة من كل بقاع الأرض إلى العراق وهو ما تسبب فقدان العاملين المهرة في مختلف الصناعات ووصل الحال بالحكومات المتعاقبة خصوصا حكومة الإطار التنسيقي أن تغلق مصانع ومحاربة المنتج المحلي أو كلمة صنعة في العراق مثل اللي صار بمعمل التكامل العربي لإنتاج معجونة طماطع واللي رح نستمع للي صار به على لسان العاملين به بهذا المقطع خلونا نسمع نوع من عمال مصنع التكامل العربي لإنتاج المعجونة المصنع الوحيد بالعراق والأول من نوعين مهددين بيئة البطالة من أصحاب القرار أربعمائة عائلة مهددة بالألبطالة نناشد رئيس الوزراء نناشد رئيس مجلس النواب نناشد رئيس القضاء بالنظر لأبو والأخو لهذه العمال لهذه الشريحة بالأضافة لدعم منتوج الوطني بالأضافة إلى تشغيل يد العاملة بالأضافة إلى الأخطار اللي جاي تصير عليه المصانع العراقية نناشد رئيس بالأبوية وبالإنسانيين أن تتابعون قضية المصنع أعطونا مهلاء 15 يوم بيسد المصنع والقرار يعود لكم هاي الموظفين وهاي الناس عايشة على الله على هذه المصنع تخيلوا مصنع بالعراق يسويكم معجون طماطة مثلا تطوم مهل 15 مليون تسدون المصنع بالمقابل أنت تتسورد معجون طماطة من دول الجوار طبعا يعتبر تعطل المصانع هو السبب اللي خلق بطالة مقنعة وضرر بالغ بالاقتصاد العراقي وصارت المصانع العراقية بحسب تقارير عبارة عن أماكن تكلف خزينة الدولة أكثر من 500 مليون دولار سنويا تدفع على شكل رواتب إلى موظفين يشتغلون بهاي المصانع واللي صاروا ما يقدون أي دور بسبب تعطل عمل مصانع اللي هما يشتغلون بيها مو بس هذا لا الأمر صار يشكل وحدة من المشكلات بالنسبة إلى الدولة العراقية واللي أجزت بمراحل معينة عن دفع رواتب آلاف العاملين واللي يمتلكون هواية من عندهم سنوات طويلة من الخدمة نبقى بنفس المصنع هياة مصنع التكامل العربي هذا المصنع لإنتاج المواد الغذائية محافظة المثنى واللي خسر صاحبة أكثر من 30 مليار على المصنع ب700 عامل أكثرهم خريجين أظهرت صور ثانية المصنع متوقف تماما عن العمل بسبب الحكومة اللي ما تدعم المنتج المحلي وتستورد من الخارج مثل ما يقولون الاشتغلون بيخلونا يشوف ترجمة نانسي قنقر يعني تخيلوا المعمل مقديم جديد بعدها يقدر يشتغل بعدها بحالة المعمل موجود انت بدأ ما تروح تستورد مع جون طماطن تعرف انه هذا راح يستورد يعني يستهلك المنتج المحلي دي الطماطن ويستهلك منتج محلي للصفيح اللي تعبي بيها أو الشيش وراح تخلي ناس يشتغلون وبدأ المتروح تجيب من بره وتدفع قمرق فأتى عندك منتج المفروض تدعمه كدولة وزير صناعة هذا المنتج يكون أرخص أرخص عليك انت كحكومة وأرخص على المواطن لما يشتري لأنه صنع في العراق بس ما شاء الله حكومات ما بعد الاحتلال وخصوصا حكومة الإطار التنسيقي بزعامة محمد الشياء السوداني كأنما كلمة صنعة في العراق عبارة عن فيلم رعب مباشرة يكبحوها ليش حتى المنتج الإيراني بالتحديد وباقي المنتجات من الدول الأخرى الرديئة تدخل إلى العراق وهم يتربحون بها على حساب العراقيين ناس لما شافت هذا علقت عثمان المختار على تويتر غرد أكثر من 4800 معمل ومصنع رئيسي في العراق ما زال معطلا بقرار سياسي من 20 سنة لبقاء الاستيراد من إيران ومصطفى غرد قبل سنوات أحد المدراء أراد يشغل كم معمل للعراقين ويرجع الصناعة وبعدد يشتغل بالأوراق والموافقات تم التصفيته وتكتموا عليه مافيات إيران بدوائر الدولة عثمان الجنابي العتبات مصانعها مش تغلق وقاعد تنتج معطلة مصانع وزارة الصناعة بأمر من العتبات والمراجع ونفس الأمر بالنسبة للزراعة أبو علي المحير والذي لم نفهم له مبرر لماذا هذا التقصير المتعمد منذ 2003 في إعادة تأهيل المصانع العراقية ولا سيما الأملاقة منها كالورق والبترو كيميائيات والمطاط والحديد وللصبح ما نخلص من عدهن فهاي تعليقات الناس حول هاي القضية عندي اتصال ألو 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 منو يا أية في الشام من باب الأخوي حياك الله أخوي أهو شام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوة أن هذه الحكومات ليس هي حكومات العصابات المجرمة دمرتنا دمرت العراق وما زالت تدمر العراق طالما وجود هذه العصابات وأجهزتها القنعية الغاكمة صدق بالله أذت الشعب أذت العالم وما زالت تمارس نفس الدور نفس النحنة ومنذ الاعتدال إلى غاية هذه اللحظة كل هذه الحكومات حتى أخر حكومة محمد الشعب السوداني الله وقيلت أذت الناس وما زالت تمارس نفس الدور نفس النحنة نعم تبيرك الله وبالتعلم مع الميليشيات ومن أهم هذه الميليشيات سرهاب الحجد السعبي حزن الله العراقي عصائب أهل الحق وبقية الميليشيات الغاسمة الموالية للأحزاب والتابعة إلى إيران هذه الله وقيلت مارسة كل أذماع الجرمة التي هي بحق العراق كبير قبل على حساب على حساب إيران نعم وما زالت يخلوا بقعة هنا وهنا بالعراق إذا ما قاموا باقتكاب أبسع الجريمة أو السرقات أو قطع المياه أو أي جريمة أخرى هنا وهنا بسبب أيهادي هؤلاء هؤلاء السرقات المنافقين إيه والله المنافقين وكسر الله عليكم ورحمة الله حياة الله خويا العزيز شكرا شكرا إليك أخ حشام نروح إلى قضية تأهيل الطرق أو الشوارع وتعبيدها هذا الملف يعتبر واحد من أبرز ملفات الفساد اللي ترتبط بالأحزاب والميليشيات والكتل السياسية والمتنفذين ومن يعتاش على هاي الآفة الخطيرة اللي تستنزف أموال العراقيين والمال العام وصار هذا الشيء عبارة عن حصول مثلا على مناقصة لتعبيد طريق أو ذاك هي عبارة عن لقمة سائقة لحيتان الفساد اللي وصل بهم الحال أن يعبدون واحد من الطرق المنجزة بمحافظة المثنى بجرافة شفل بدل ما يستخدمون الآليات المخصصة لهذا الشيء وتوقعوا شلون راح تكون نتيجة هذا الشهور اتفرجوا شلون راح تكون نتيجة هذا الشهور يعني اللي ما يشتغلوا بهذا الموضوع يعرف كل جزيلا أنه القير حار يأكل التاير مثلا هاي رقم واحد رقم اثنين يحتاج حادلة مو شفل حتى تكون ثقيلة حتى تعبدها للطريق حتى القير يلزم بس هل سفتهمنا ليش مثلا الناشطين لما يطلعون يقولك باوع هذا القير بأصابع هاي شلعة لأنه يبدو بالعراق ما عندنا حادلات احنا عندنا شفلات وكنا نشوف الحادلات بس بالأفلام فمن كانوا يعبدون طريق كانوا يعبدوه بالشفل ويصبون هاي شيلة ما تتسمنت حتى تدقل وصل الحال بالمواطن العراقي بالألفين وثلاثة وعشرين أني بادر من نفسه ويروح ويعبد له طريق ويزفته ويبلطه وبإمكانيات متواضعة بسبب فشل الحكومات اللي تعاقبت على حكم العراق وراء الاحتلال بإنجازها لمشاريع تأهيل الطرق اللي مليانه فساد على أكمل وجهه هذا اللي صار بالفعل بقضاء شط العرب ومحافظة البصرة لما نجي أحد المواطنين اللي عايش بالقضاء وهو بتلقاء نفسه راح أعاد وأهل شارع بالمدينة على نفقته الخاصة ورما أجزت عن تأهيل الجهات الحكومية تفرجوا بلدية البصرة بالاستجابة لكن دون جدوى مثل ما جايشوفون اليوم تسعة خمسة الفين وثلاثة وعشرين استجاب منه المواطن محمد كاظم زيبق وهو من أهالي قضاء شط العرب استجابه بإعادة تأهيل هذا الشارع بمعداته الخاصة ونفقته وأمواله مثل ما جايشوفون طلع هذا الجهد وهذا المواطن هو مواطن بسيط لا صاحب منصب ولا سياسي ولا موظف في الدولة لكن الرجل شعر بالمسؤولية اتجاه أهله واتجاه محافظته وطلع هذا الجهد والآليات قام بقلع هذا الشارع بعمل يرضي الله ورسوله ومثل ما جايش شاهدون قام بفرش هذا الشارع واستبدال تربته بتربة صالحة وفرشه بالسبويس ومن ثم قام بإعادة تأهيل هذا الشارع من خلال رشه وحدله واحنا نقول إنه مواطن بسيط استطاع أن يخفف معاناة آلاف سالكي هذا الطريق هاي حادلة مواطن عنده بس الدولة ماعدها خلوها ببالكم سؤال مواطن يقلع ويذبرمل ويحدل ويفرش سبويس ويزفت والدولة ماعدها عادها قير بس ماعدها حادلات ومعدات فاش تستخدم تستخدم شفل والله من عجائب هذا الزمن لا تستغرب أخويا لا تستغرب عزيزي المشاهد لما تشوف هذا الحال وراها أقول لك أكو مظاهر احتفال تصير بالعراق لما أكو شارع يتعبد أو أكو فرع يتعبد هنا أو هناك لأن المواطن العراقي محروم من هاي الفرحة من عشرين سنة واللي تسببت هاي القضية اللي اتفاقمت من الاحتلال إلى حد هاي اللحظة هذا الفيديو اللي دا شوفوه هنا هاي فرحة ناس ناس فرحة بالتعبيد اللي صار اللي هو بحي الميلاد بمحافظة النجف واللي فرحه لما نشافه الشارع اتعبد تعالوا نشوفه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ليش لأنه بالعراق ماكو شوارع بلطة ولما نتمطر الدنيا بالشتاء الجهال يرحون يخوضون بالطين بالوحل حتى يرحون للمدرسة لما عندنا شوارع ببلطة وليش يصير طين لأنه هي من بلطة فهي رمل أو عادي تراب بس لأنه همينا ماكو مجاري فالمي يركض بيها فتصير طين فاتخيل هذا الحال لما شاب بالعراق اللي كان وجهه إلى كل دول العالم اللي كانت جامعاته أفضل جامعات الوطن العربي اللي كانت كمدينة من أكثر المدن تقدما هذا الحال بها اليوم الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وكان أول تعليقيا أنا من فيسبوك محمد كاظم النجم هاي الفيديوهات من توصل المسؤولين ويشوفوها ما يستحون الدول تعيش بتطور واحنا نفرح بتبليط لو صيانة منهولة منهولة يعني فتحة مجاري مصطفى سليمان شعب أبسط أمنيات التبليط والماء الصالح للشرب مع الأسف نعم صحيح محمد هاي مو فرحة بقدما استحقار للحكومات اللي ما قدرت تبلطها بينما الدول تفكر تستثمر بالقمر واحنا تبليط ما مدابرينا الله يخزيكم الدنيا وآخرة ومحمد الشمر يقول أبسط شي فرحهم حسبي الله نعم الوكيل يعني أبسط شي فرحهم حسبي الله نعم الوكيل على كل سياسي ظلم هذا الشعب المسكين فتخيلوا مشاهدين الكرام لما نوصل الحال بالعراق بالألفين وثلاثة وعشرين بلد الخيرات بلد الميزانيات الانفجارية بلد الرواتب الانفلاقية للمدير العام والسياسي والوزير يبلطون شارع العالم تحتفل كريم من بابل حياك الله من كربل عفوا ويساعدك وردك الله يسلمك يا غالب المساعدات كربلاء وتلقي العراق كل الأسواة الأسواة أنا عدي حديث وهي رسالة هي للسوداني لدينا هذا مسمع معجون كربلاء معجون مصلح كربلاء معامل تعليف كربلاء كان هذا أرقى معجون بالشرق الأوسط نا حسنا والمكان المال أخ كريم هو بس معجون بس دبس بس راشي بس مربيات هي مصانع مو مصنع نا مصنع هذا واحد من عندنا كان هذا من كربلاء هاي أنا بكربلاء إحنا جلنا هذا المصنع نجيب له طماطب زمان صدام من الدهوك ومن العمادية ومن الموصل كانت لجنة ويانا تروح نا هاي كانت لجنة تروح ويانا نشتري مناك ونجيبان نجيبنا بين الشغل لأن هسه هذا المعمل إلى شغل كان مشغل أربع شفتات أربع شفتات عمال كان مشغل ليش هسه مزدود واخذتها كتلة من الأحزاب ما أحلق به بما أنك جلت تشتغل موضف أو عامل تقريبا أربعمائة عامل أربعمائة باربع شفتات يعني ألف وستمائة عامل مشغل نعم هذا هسه مزدود يعني هو السودان اللي هو يتوجي عليه حكومة أكل جنة مضبوطة الحكومة لجنة وتراعي الشعب وتراعي هاي الشباب القاعدة هاي الشباب القاعدة أشغله والمكاين اللي كلها مكتوبة عليها شعار عبد الكريم قاسم شعار عبد الكريم قاسم المكاينة بزمان عبد الكريم قاسم هذا جاب المعمل وينتجوا كل شو ما بي مصالحة مولداته أربع شفتات عمال كان يشتغل وانا احشي لفتن نجيب لطماطن من التوق نجيب لطماطن من التوق من العمادية ومن الموصل لجنة بزمان فتن تحشي نشتير طماطن ونجيب هل يقولون علي فاسل تروحوا لانا لجنة خاف خاف ناخد من الفلاح نخص ما وناخد طماطن تروح لانا لجنة هناك تشتير وانحنا نجيبه عرفتي شلون وانحنا شل تاني موضف بي هس ليش معمل قاعد ومحترام وانواع ارقى معجون شننا نصدر من عنده للأردين وسوريا بعمان عرفتي ارقى معجون بالشرط الاوسط والتعليم منواعه ليش مزدود هسه واخذت احد من الحزاب محل لك فلان معروف احنا معروف مخذة ليس هذه ان اخوها فتحها واخلي الشباب هاي تشتغل هاي رسالة بالنسبة اليه للسودان الى هو وطني وابن العمارة خليج يشوفه هسانه لو عدة تليفون من هذا الجيلات لازم ما بدر روصله جدتها اصوره ادتلكم اياه معمل ارقى معجون بالشرط الاوسط قبل حلقة انا وثلاثة طلعناه معمل تعليم كربلاء نعم شلون يصير الوطن الى ما صناعه ماكو طراعه ماكو طيب ماكو شلون راح يبن الوطن شلون راح يصير وطن شلون يضاف الوطن على ثلاثة رجليات هسا ماكو لا رجل ولا رجليات نعم نعم هذا معجون ومعمل وخلي هاي الشباب خطية تشتغل به قطيها كتير وخطية تشتغلون به تمام تشتبعها رضاين وهذه عدة ثلاثتة شكرا لك اخ كريم ووصلت الفكرة والاخ كريم قال لنا نقطة قال اربع شفتات كل شفت بيه اربعمائة عامل الف وستمائة عامل يعني تعرفون شنو الف وستمائة عائلة انت عيشتها والهاي الاف وستمائة عائلة وردت لك منتج محلي تستفاد من عندها اذا هو ديعتش الأخ كريم عم معجونة طماطة لا معامل تعليب كربلاء او مصانع تعليب كربلاء كانت كل شي تشتغل اي شي خص المواد الغذائية كانت تشتغل به وتعلبه وتورده للبلد والخارج حدوث انهيار واجهات وجدران المدارس خلال السنة الدراسية الحالية اثارت موجة قلق خصوصا بعد ما تحولت الى قضية رأي عام خاصة ان هي تتأدي الى مجازر بحق التلاميذ اذا صارت اثناء الدوام الرسمي بوسط دعوات الى معاقبة المقصرين وارضنا ببرنامج صوتكم خلال هاي السنة الدراسية الفاتت طيلت مسيرتها مقاطع ومقاطع عن هذا الموضوع ومخاطر هذا الموضوع لكن الحكومة بعدها منبادرة لا هي ولا وزارة التربية انه تاخذ خطوة وحدة حتى تتفادها الكارثة وبعدهم اكو ناس يجزوننا انباع عن انهيارات بمباني مدرسية تتواتر على مسامعنا ومنها الانهيار اللي صار بسقف مدرسة الحسن العسكري الابتدائية بخام بني سعد بمحافظة اديالة وتصدع وتهالك جدران ها خلونا نشوف المدرسة ترجمة نانسي قنقر هاي مدرسة اتخيل عزيزي المشاهد خصوصا اهالي خان بني سعد انه واحد من ولدك لا سامح الله اثناء الدوم ووقعت علي هاي السنوف او عوف اهالي خان بني سعد اتخيل عزيزي وزير التربية واحد من اقربائك بهاي المدرسة عيني محمد الشاعر السوداني تخيل واحد من قرائبك موجود بهاي المدرسة شنالحال الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع واول تعليق ويانا من فيسبوك ثورة الثامري ثورة ثامري تقول الانهيار في كل مفاصل الدولة حسبنا الله ونعم الوكيل بكل من وصل العراق لهذه الحالة المزرية وكاميران ابو احمد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم ظلم الشعب العراق وسرق من امواله وخيراته وخان بلده وشعبه نافع مصطفى ملتهين بالبوق خالي واذا ما كان المدرسة زين ياخذوها استثمار وساحتها للاستثمار ونور محمد قول لا حول ولا قوة الا بالله هكذا باتت دور الالم ونحن في القرن الواحد والعشرون وكانت هاي تعليقات الناس حول هذه القضية مشاهدين الكرام الروح الى فقرة اخرى اللي هي مرة سنوات هواية على النازحين بالمخيمات من انتهاء العمليات العسكرية بمناطقهم وهم متمسكين بحلم العودة الى مناطقهم ويرجعون الى مناطقهم لكن لحد هاي اللحظة بيوتهم هدمة مزارعهم محروقة وبعدها العمليات العسكرية مستمرة سابقا واثناء البعد يعني بعد هذا الامر لكن على ما يبدو الحال انه حلم عودة بعيد المنال بسبب اهمال حكومات المتعاقبة لهذا الملف وخضوعة الى مزايدة سياسية لهالسبب قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين سوالنا تقرير انفوغرافيك عن المناطق العراقية من زوعة السكان واللي تحتلها ميليشيات تابعة ايران وتمنع عودة اهلها الى اماكنها الاصلية الحلون ايشوف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا لقسم التواصل الاجتماعي على هذا الانفوغرافيك خريجي كليات العلوم جدد ومطالباتهم بتوفير درجات وظيفية استوعبهم بالدوائر الحكومية والوزارات وراء تسويف ومماطلة الحكومة وتجاهلها الاصواتهم السابقة المطالبة بالتعينات وطالبوا الخريجين وزيرة المالية طيف سامي ان تنظر الى مظلوميتهم كونهم من التخصصات المهمة اللي يكفل القانون ان يتوظفون بالوزارات ذات علاقة خصوصا وزارة الصحة والهالسبب جددوا مطالبهم على وسم اليوم تصدر ترند العراق اللي هو هاشتاغ العلوم تناشد طيف سامي اختارينا لكم بعض التغريدات نور غردت على تويتر ابسط حق اللي هي شريحة درست اصعب تخصصات بالعالم انه يتم منصافهم ويتعينون هذا حق من حقوقنا اللي المفروض حتى من طالب به هاشتاغ العلوم تناشد طيف سامي قاسم العبار هاشتاغ العلوم تناشد طيف سامي والله تعبنا من المستقبل مجهول وحاضر صعب ممكن توقيع يفرح منتش هواي عوائل وهيثم الشمري غرد سنوات من الوعود المجحفة والمماطلة الحقيقية في قضيتنا اما انا الاوان لحلها هاشتاغ العلوم تناشد طيف سامي ومسلم الصريفي غرد سنين مرت والعلوم مظلومة بكل صور الظلم الى متى هذا التهميش المستمر لقضية العلوم من هنا نناشد باسم الانسانية الست طيف سامي لإيجاد الحلول لهذه الشريحة المظلومة هاشتاغ العلوم تناشد طيف سامي هذا الوسم اللي تصدر ترند العراق اليوم اللي اختارنا لكم بعض التغريدات هاي مو اول مرة الخريجين العلومين يغردون ويصدرون ترند او يكتبون وسم للمطالبة بتعيناته مو اول مرة يكتبون الى طيف سامي لكن الى حد هاي اللحظة هم مدى يشوفون نتيجة المشكلة اللي دايشها العراق اليوم انه مثلا تباوى على الزراعة بالمقابل المي ماكو ليش المي ماكو؟ لانه عندك حكومات جتي من 2003 لحد هاي اللحظة ما فكرت بيوم من الايام انه تابع حسب المواثيق الدولية والمعاهدات اللي مقع عليها العراق سابقا شنو حصت من المياه اللي المفروض يسلمها من دول الجوار ما فكروا بهذا الشي فانضربت الزراعة من انضربت الزراعة انضرب الفلاح من انضرب الفلاح ترك المهنة وهجرها ومن تركها وهجرها راح للمدينة ومن راح للمدينة قام يقعد بلاي شغل او يحاول يشتغل باي شغلة وصارت عندك بطالة ازياد وازياد وازياد اضافة الى الخسارة والاستيراد وهواي امور المعامل والمصانع والصناعة العراقية وكلمة صنعة في العراق اللي المفترض اي حكومة بالعالم هي المفترض تهتم بهذا الامر ولها سبب تلقي دول تهتم في كلمة ميد ان فلان دولة او صنعة في فلان دولة لانه هذا يعتبر منتج وطني هو لما يصدر الخارج داي استلم فلوس ولما داي استلم فلوس هو داي يورد للناس وداي يطيها وداي شغل ناس بداخل البلد وداي شغل معامل وداي عيل اسر واضافة الى ذلك هذا المنتج المحلي في اي بلد راح تلقي معفي من القمارك لانه مصنع داخل البلد فينباع بارخص الاسعار والهالسبب تلقي الناس اللي عايش بليش الدول تدور منتجها مو للرخص اولا تدعم المنتج واكو ناس فقرة ما عادها ما تقدر تشتري غيره بس اللي داي يصير بالعراق انت ما عندك دعم الى كلمة صنعة في العراق ما عندك دعم للمصانع والمعامل والعمال ما عندك دعم للمنتج المحلي اذا كان هنالك فلاح او معمل والهالسبب تلقي الناس قاعدة لا شغل ولا عمل ودزيد البطالة عندك يوم على يوم ومدى تقل اضافة الى ذلك الخريج اللي يتعب ويشقي ويدرس ويسهر البلد ما بي كهرباء ويدرس علالة البلد ما بي نفط ويدرس بالبرد البلد ما بي حقوق وهو قاعد يشقي ليش بس حتى يكمل هالأربع سنين او الخمسة حتى يتخرج وياخد الشهادة ويفرح ويفرح أمه وأبوه ويروح للبيت فرحان انه هو شاهد شهادة بكالوريوس او فرحان انه ما خي شهادة ماجستير او فرحان انه حصل درجة البي اج دي لما يخلص شهادة الدكتوراه لكن يتفاجئ بعد هذا الامر انه ماكو تعيين فشنو راح يكون الحال خريج عطال بطال قاعد بالشوارع هذا اللي دي يصير بالعراق خريجك عاطل عن العمل والعامل مدى يشتغل والكاسب مدى يلقيه والمعامل الواقفة والزراعة منتهية والفلاح يجر المهنة والشط والنهر جف بسبب شي واحد بس انه جوك مجموعة ما عدهم اي ذرة تفكير بالسياسة الصحيحة لإدارة البلد لكن عدهم ذرة واحدة بالتفكير عفواً عدهم امكانية شبيرة بالتفكير شلون يتعاركون على المنصب واذا تردون تليل اتذكروا اللي صار جماعة الإطار التنسيقي لما نقال مقتدى انا راح اشكل الانتخابات وش سوى وحتى ما يشكل او لما نقال اياد انا راح اشكل الانتخابات وش سوى نور المالكة حتى ما يخلي يشكل والخصران يفوز وهذا اكبر دليل نلتقيكم على خير المشاهدين الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باجر بإذن الله بنفس الموعد انتظرونا في امان الله السلام عليكم اشتركوا في القناة